نبدأ راح نشرح المخططات قلنا راح نبدأ بالبنتوز فوسفيت باثوي بالبداية عندنا كلوكوز ستة فوسفيت تمام هذي كلوكوز ستة فوسفيت راح تخضع الانزام يسمونه كلوكوز ستة فوسفيت ديهايدروجينيز أوكي تخضع الانزام بش اسمه بسمه كلوكوز ستة فوسفيت ديهايدروجينيز من تشوفون دي يعني النقطة و اتش معناتها ديهايدروجينيز اختصارا فهذا كلوكوز ستة فوسفيت راح يخضع الانزام اسمه كلوكوز ستة فوسفيت ديهايدروجينيز راح يتحول الشنو طبعا هذي العملية راح تحول الناد بي الناد بي اتش أوكي فاحنا نحصل على الناد بي اتش وين بالبنتوز فوسفيت باثوي أوكي فهذا كلوكوز ستة فوسفيت بواسطة الانزام اسمه كلوكوز ستة فوسفيت ديهايدروجينيز راح يتحول الى ستة فوسفو غلوكو لاكتون أوكي فوسفو غلوكونا لاكتون ستة فوسفو غلوكونا لاكتون هذي الاسم حفظو هذي منين حصلنا؟ تقلوا الحسين حصلنا من الكلوكوز ستة فوسفيت بواسطة الانزام يسمونه كلوكوز ستة فوسفيت ديهايدروجينيز وهذا التفاعل انطانا ناد بي اتش أوكي بس بعدها هذي الستة فوسفو غلوكونا لاكتون شبيه؟ يقول بواسطة الانزام يسمونه اللاكتينوز أو لاكتينيز أوكي شبيه هذي راح يتحول الى ستة فوسفو غلوكونات أوكي غلوكونات تمام معايد احنا حصلنا ستة فوسفو غلوكونا لاكتون هذي شبيه بواسطة الانزام يسمونه اللاكتونيز راح يتحول الى ستة فوسفو 6-phosphoglycinate 6-phosphoglycinate هاي لسماء غزم تحفوه هسا راح نحصل ناد pH ثانية هش راح نحصل ناد pH ثانية هذي الناد pH راح نحصلها من التفاعل اللي هو يتحول بـ 6-phosphoglycinate إلى ryplose 5-phosphate اسمع ryplose 5-phosphate بـ 5-3-carbon هذي هو يحول شنو الانزيم اللي يحول الـ 6-phosphoglycinate إلى ryplose 5-phosphate اللي يحول الانزيم يسمونه 6-phosphoglycinate dehydrogenase اوكي الانزيم اسمه 6-phosphoglycinate dehydrogenase واضح؟ طبعا حصلت قاني ryplose الـ 5-phosphate هذا هذا راح يخضع الشغلتين الـ ryplose بالبداية راح يصير لـ isomerase راح يصير لـ epimerase اوكي؟ isomerase و epimerase إذا صار لـ isomerase راح يتحول إلى ryplose 5-phosphate هو اسمه ryplose 5-phosphate فمن يصير لـ isomerase يتحول إلى ryplose 5-phosphate تمام؟ قاعدة عدي أنا ryplose 5-phosphate اللي هو منين حصلته اللي حصلته من تحول 6-phosphoglycinate بواسطة الانزيم اللي اسمه 6-phosphoglycinate dehydrogenase اللي ما نتحول هذا تحول إلى ryplose 5-phosphate ryplose 5-phosphate عانى من تفاعلين اثنين التفاعل الأول صار لـ isomerase الـ isomerase المين تحول إلى ryplose 5-phosphate تمام؟ التفاعل الثاني صار لـ epimerase اوكي epimerase صار xylose 5-phosphate حد هنا تمام؟ والشغل طيب اوكي؟ تمام يقلك هنون بواسطة الترانس الترانس كيتولايز اوكي؟ هو اللي هو يطلقون عليه طبعاً الثايمين pyrophosphate اوكي سأنا راح اعيدها طبعاً من البداية فإحنا وصلنا هنونة قلنا ryplose 5-phosphate عانى من التفاعلين اثنين isomerase تحول به إلى ryplose 5-phosphate وتحول إلى بالإبهماريز تحول إلى xylose 5-phosphate تمام؟ اكو إنزيم يسمونه ترانس كيتولايز اللي هو الثايمين يسمونه الثايمين pyrophosphate نقلك هاذا شبي؟ هاذا هاذا استوى أخذ من ryplose هو مو خمسة خمسة درات كاربون أخذ من يما شغيت أخذ من يما ذرتين كاربون اوكي؟ قل من انطاهة الزايمين 5-phosphate اوكي؟ تمام؟ عيد الريبوس 5-phosphate هو 5-phosphate هو 5-phosphate تمام الزايمين 5-phosphate هو من اسمه 5-phosphate يعني جد مثلاً 10-phosphate لا أكيد 5 تمام؟ هسا الريبوس 5-phosphate و 5-phosphate و 5-phosphate زايمين 5-phosphate و 5-phosphate نفس الشي يقول إجا إنزيم يسمونه هاذا اللي راح للريبوس وقل نطينا اثنين وهذه الاثنين راح وانطاها إلماً للزايمين الزايمين 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 صارت عدة صارت عدة سبع ذرات كاربون فأكيد ما راح يبقى نفس الاسم صح؟ صح صح صار عنده سبع ذرات كاربون صار اسمه 7-phosphate 7-phosphate يعني شنو عنده سبع ذرات كاربون تمام هل الريبوس 5-phosphate إذا سحبنا من يمه 2-carbons هل يبقى نفس الاسم؟ أكيد ما راح يبقى نفس الاسم صح؟ فش يصير اسمه glycero aldehyde 3-phosphate وهذا glycero aldehyde 3-phosphate يروح للعياء عملية إذا تتذكرونها العياء عملية نوكولايسس أوكي عملية تحلل السكر تمام طبعاً يروح لعملية تحلل السكر أو يكمل الباثوي مالته حسا الحد هنا تمام عد تكون مشكلة بهذا المخطط لو تحبون أعيد إعادة سريعة يعني ها؟ اللحمة ها؟ اللحمة أي ضيبة آآ آآ هاني أخلى أفتاح المايكات على الطلب طلب أنا أستوني بديت يعني بديت أشرح بالPintos وأني شرحي مخططات المراجعة عبارة عن مخططات تفتهم المخطط أنت فهمت المنزمة خلاص تروح الكلام هو عبارة عن شرح للمخطط بس فأنت تفهم المخطط فهمت المنزمة طبع Bintos Phosphate Pathway تبدي منه من اللي Clucose 6 Phosphate Clucose 6 Phosphate هاذا شبيه اللي Clucose 6 Phosphate مني نجاني Clucose Lyxokinase شحوله؟ حوله اللي Clucose 6 Phosphate إذا تذكروا طبع احنا أخذنا اللي Clucose 6 Phosphate هاذا سوينا له إجا إنزيم سمونا Clucose 6 Phosphate Dehydrogenase اسمه إنزيم Clucose 6 Phosphate Dehydrogenase هاذا الإنزيم مش سوه؟ حولي Clucose 6 Phosphate إلى 6 Phosphoglucono Lactone ش اسمه؟ 6 Phosphoglucono Lactone حوليه هاذا Clucose 6 Phosphate حوليه تمام بعد ما حوله شعوه شعن طاني طاني ناد – بي أتش شعن طاني طاني – ناد – بي أتش हاي بعدين راح نستفاد منه بالبايو سنتسِز في الفالويات أثر هاي بعدين راح نستفاد منها نوين؟ بالبايو سنتسِز في الفالويات اثر طبعا هس قلنا متحول ل بواسطة الإنزيم يسمونه تحول إلى بواسطة بواسطة إنزيم يسمونه النهي ونفس المركب بس ضفنا له Dehydrogenase هو نفس المركب ومو اسمه 6-phosphoglycinate 6-phosphoglycinate ضيف له Dehydrogenase هو هذا الانزيم نفسه اللي حول 6-phosphoglycinate المن للربيلوز 5-phosphate المن حوله 6-phosphoglycinate للربيلوز 5-phosphate اللي هو عبارة عن 5 درات كاروان عد هنا تمام عد هنا طبع هسه هذا الفيس هسه من البداية لحد هنا لحد الريبيلوز 5-phosphate هذا يسمونه Oxidative Face شو يسمونه يسمونه Oxidative حسن لو تروحوا تقرون بالملزمة راح تشوفون اكو 2-phosphate واحد يسمونه Oxidative Face شبيه هذا الـ Oxidative Face يقل لك هذا irreversible شنو irreversible يعني انت ما تقدر ترجع هذي العمليات يعني شنو حسين يعني هذا الريبيلوز 5-phosphate انت ما تقدر ترجع يعني ماكو باثوي ثاني يرجع للستة فوسفوغلوكونات صح؟ صح وهذا الستة فوسفوغلوكونات ماكو باثوي ثاني يرجع للستة فوسفوغلوكونولاكتون تمام؟ تمام ونفس الشيء الستة فوسفوغلوكونولاكتون مايقدر يرجع يكون للغلوكوز 6-phosphate فهذا شو يكون هذول شو يكونون يعني هذول من البداية هذي التفاعل هذا التفاعل وهذا التفاعل هذول يكونون يسمونهم Oxidative Face شو يسمونهم يسمونهم Oxidative Face شو بيهم هذا Oxidative Face يقل لك ياب هذا Oxidative Face يكون irreversible تمام مش ينطيك هذا يقل لك ينطيك ناد بي اتش بالضبط احنا حصننا هنا ناد بي اتش خلطيكم بهذا اللون مش حصننا حصننا هنا ناد بي اتش حصننا هنا ناد بي اتش واضح تمام فيقل لك بالOxidative Face يكون التفاعل irreversible ما تقدر تراجعه وينطيك ناد بي اتش وروبيولوس خمسة فوسفيت اوكي ويخضع يقل لك لدي هايدرو هايدروجينيشن والدي كاربوكسيليشن على مود ينطيك الروبيولوس خمسة فوسفيت هسا هذا احنا الفيسي الاول خلصنا تمام اذا تقلولي حسنين وين دي كاربوكسيليشن وين ها هنا الستة فوسفو غلوكونايت هي كانت عبارة عن ست ذرات كاربون واضح واضح يا شباب ستة فوسفو غلوكونايت عبارة عن ست ذرات كاربون سوالها دي كاربوكسيليشن طرحنا يعني منها شنو سي او تو فصارت ريبيولوس خمسة فوسفيت اللي هي خمسة ذرات كاربون اوكي تمام فهذا الفيسي الاول احنا خلصنا روح على الفيسي الثاني يحول الريبيولوس خمسة فوسفيت يعني من two reactions التفاعل الاول يصر لأيزومريز التفاعل الثاني يصر لأبيمرز عايد التفاعل الاول يصر لأيزومريز التفاعل الثاني يصر لأبيمرز اوكي الأيزوماريز هذا الريبيولوس 5-phosphate يتحول الى رايبوز 5-phosphate اوكي بعيد الريبيولوس 5-phosphate يعاني من الأيزوماريز يتحول به الى رايبوز 5-phosphate تمام والإبماريز يتحول للزايلوس 5-phosphate تمام هذولة التو بروديكتز هذا وهذا راح يتفاعلون اثنيناتهم اوكي يتفاعلون تمام يهو الانزام اللي يساعد على التفاعل مالتهم اسمه ترانس كيتوليز ش اسمه اسمه ترانس كيتوليز اوكي حسين ش راح يساوه هذا الى ترانس كيتوليز الترانس كيتوليز يروح للريبيولوس 5-phosphate يقل لي يا ابا 222 ذرات كاربون هو مو خمسة يقل لي 222 ش راح يبقى ثلاثة تمام هذول الثينين وان وداهم وداهم للزايلوس 5-phosphate اوكي هل الزايلوس 5-phosphate انا اذا اضفت لتو كاربونز راح يبقى نفسه جاوبوني هل راح يبقى نفسه اكيد لا ش راح يصير اسمه اسمونا سيديلو هبتوز 7-phosphate يعني ش راح يصير سبع ذرات كاربون تمام الريبيولوس 5-phosphate هذاني سحبت بني اما 2-carbons هل راح يبقى نفسه اكيد لا ش راح يصير اسمه راح يصير اسمه غليسرالوديهاي ثلاثة phosphate واضح يا شباب لحد هنا وهذا طبعا هذا الفيس الثاني راح يبدي مننا الفيس الثاني اللي هو ش يسمونا non-oxidated face اللي هو يكون reversible يعني شنو حسين reversible يعني الغليسرالوديهاي ثلاثة phosphate هاي اقدر ارجعها الى رايبوس 5-phosphate شلون راح هذا الغليسرالوديهاي ثلاثة phosphate راح تتفاعل وياما ويسيديلو هبتوز 7-phosphate راح تنسحي بثنين ذرات كاربون مسيديلو هبتوز وراح تروح للغليسرالوديهاي ثلاثة phosphate فالغليسرالوديهاي ثلاثة phosphate هو ثلاثة وجتة اثنين صار خمسة شصار اسمي صار رايبوس 5-phosphate وهذا السديلو هبتوز من انسحب 8-2 رجع للغليسرالوديهاي 5-phosphate الحد هنا واضح يا شباب على مد قبل ما اكمل هذا الباثوي واضح اتعسون اكو فد مشكلة شباب واضح اذا متقدرون تحكون اعريت تكتكون بال اوكي لو جين تمام هالثاني حصات غليسرالوديهاي 3-phosphate وصيديلو هبتوز 7-phosphate راح يجي للترانس أول دوليس ترانس أول دوليس اش راح يسوي هذة ترانس أول دوليس يقول راح اسحب 3 ذرات كاربون من استديلو هبتوز استديلو هبتوز 7 ذرات كاربون تمام 7 ذرات كاربون اطرح من يمها 3 اش راح يبقى راح يبقى 4 ذرات كاربون صح صح هل راح يبقى نفس اسمه اكيد لا اش راح يسمونه arthrose 4-phosphate هو من اسمه arthrose 4-phosphate يعني ناتش انه 4 ذرات كاربون بي اوكي تمام هذا 3 ذرات كاربون اللي اخذها من استديلو هبتوز وان راح ينطيها راح ينطيها اللي غليسرالضي هاي 3-phosphate ش راح يصير اسمه غليسرالضي هاي داي يجي 3 ذرات كاربون يصير اسمه fructose 6-phosphate العفو يصير اسمه يصير اسمه fructose 6-phosphate تماميا شباب وهذا وهذا الفructose 6-phosphate راح يشارك العفو يشارك كسبسترات بالبلوكولايسيز هو ويامن هي هو واللي غليسرالضي 3-phosphate هذول اثناء كسبسترات يشتركون بهذه العملية تحلل السكر تمام فهيس احنا حصلنا fructose 6-phosphate وحصلنا arthrose 4-phosphate فسا شي يقلك يقلك هذا arthrose 4-phosphate حيتفاعل ويامن يتفاعل يقلك يتفاعل ويزايلوس 5-phosphate راح تجي زايلوس 5-phosphate راح يتفاعل وياها اوكي اياه هو الانزام اللي يساعد يقلك transketolase شي اسمه transketolase تذكر زايلوس اذا زايلوس بالتفاعل معناته الانزام اللي يساعد بالتفاعل يسمونا transketolase تمام يا شباب فراح يتفاعل arthrose 4-phosphate ويا من ويا الزايلوس 5-phosphate شراح يصير هنانا راح تجي 2-carbons من الزايلوس راح تروح للأرثروز الأرثروز 4 وجدت 2-2 شقد صار صار 6 صار اسمه fructose 6-phosphate وهذا الزايلوس شبي انسحبت من يما 2-carbons بقى شقد 3-3-3-3-carbons فصار اسمه صار اسمه صار اسمه صار اسمه 3-3-phosphate أوكي فهذولا قلنا substratrate بالglucolysis تحلل السكر عملية تحلل السكر هذول يشتغلون ك substratrate يروحون ويساعدون هذه العملية تمام فهذا الفيس الثاني هسا قلنا عدنا 2-faces الفيس الأول قلنا هذا اللي هو يكون irreversible ما أقدر الرجع ونحصل من يما non-ph ونحصل من يما ribulose 5-phosphate الطور الثاني يسمونه non-oxidative face اللي هو يكون من نانة من نانة يبدي يسمونه reversible يعني أقدر أرجع هذه الخطوات بالعكس وأقدر أسوي من يما بس ribulose 5-phosphate بس بدون pH واضح فهذا الباثوي بي مشكلة تحسون لا ما بي مشكلة بس عندي أضافة على ribulose الخماس 5-phosphate هناك جزء من عندها راح يدخل بتكوين RNA والDNA يعني هاي المالما ما قلتها وهي موجودة بالمجلة بطلة بطلة جين عاشت فالحد هنا عدتكم مشكلة بالباثوي هذا يعني سؤال مفهمته الباثوي إذا ما عدتكم مشكلة على مد نكمل أوكي تو هس هذا الباثوي ما بي مشكلة خلصنا نروح نشوف شون بعد المهم الباثوي اللي مهم هذا الباثوي ممكن لش مهم صراحة يعني أوكي هنا هذا الباثوي نحش عليه شوية أوكي قبل ما نروح للمحاضرة اللي بعتها هنا الفركتوز اللي حيجينا من الدايت أوكي هذا الفركتوز اللي حيجينا من الدايت رح يعاني reactions رح يعاني reactions أور شي هذا الفركتوز أما عن طريق الهيكسو كاينيز هذا يتحول إلى فركتوز 6 phosphate هذا الفركتوز اللي نحصل من الدايت يا أما عن طريق الهيكسو كاينيز يتحول إلى فركتوز 6 phosphate ويشارك بهذه العملية اللي أو يتحول للسور بتول عن طريق السور بتول دي هايدروجينيز يتحول للسور بتول وبعتها بال all those redactase طبعا ينطينا ناد pH ويتحول المن ل دي كلوكوز وهذا الكلوكوز طبعا يشارك بالعملية يا أما الفركتوز هذا بوسطة الفركتو كاينيز يتحول شنو الفركتوز 1 phosphate الفركتوز هذا عن طريق الفركتو الفركتو كاينيز يتحول للفركتوز 1 phosphate تمام وهذا الفركتوز 1 phosphate عن طريق الالدوز بي المن يتحول ل glyceraldehyde وهذا glyceraldehyde ويشارك بالغلوكولايسيز يكون لي glyceraldehyde 3 phosphate وتكمل العملية يعني هذي ما التحلل للسكر فبس يعني هذي هذي الباثوي وهذا الشيء المهم بي بس يعني شارح لك عليه في يقول لك انه الفركتوز التحلل ما التأسرع من اللي يكلوك ويش ليش لان هو يتخطى هذي الفوسفوفركتو kinase يتخطى هذا الانزيم اللي هو يتحول به لفركتوز 6 phosphate لفركتوز 1 6 phosphate يتخطى اوكي يتخطى هذا التفاعل ليش لان هو يقدر يتحول ل glyceraldehyde مباشرة حتى لو كان اكو تثبيت يعني بهذا التفاعل او هذا الرياكشن في يا شباب اتكون مشكلة لو نروح لهذا الباثوي اللي هو اتوقع اخير الباثوي او اكو two pathways بعد اروح لهذا الباثوي اتكون مشكلة ازين تقدرك عيدة بلا زحمة اي طيبة طيبة هذا الباثوي عيدة او طيبة لجين بس اي لجين لجين عندنا الفركتوز هذا اللي يجي من الدايت لجين هذا راح يعاني من ثلاث رياكشن اول شي يا اما عن طريق الهيكسو كايينيز هذا يتحول هذا الفركتوز الى فركتوز 6 فوسفيت تمثل ما تعرفين هذا الهيكسو كايينيز ويضيف فوسفيت صح احنا وعدنا كلوكوز بوسط الهيكسو كايينيز تحول لكلوكوز 6 فوسفيت تمام الفركتوز نفس الحالة عن طريق الهيكسو كايينيز يضاف لفوسفيت ويتحول الى فركتوز 6 فوسفيت لسا الحد هنا هذا الرياكشن الاول ما بيشي ويبدأ يستمر بالتفاعل تمام يجي يستمر بالتفاعل الفوسف فركتوكايينيز يحول الفركتوز 6 فوسفيت طبعا هنا يحتاج H فيتحول بين Nod H الى Nod Dehydrogenase عن طريق السوربيتول Dehydrogenase يتحول الفركتوز هذا الى سوربيتول تحول الى سوربيتول تمام هذا السوربيتول اش رح يعاني يقول هذا السوربيتول عن طريق All those ريدكتيز أوكي اول شي ينطينا Nod به H وهذا All those ريدكتيز يحول السوربيتول الى غلوكوز واضح وهذا الغلوكوز تتعرفين يتحول الغلوكوز 6-phosphate عن طريق شنو عن طريق الهيكسو kinase أو الغلوكو kinase بال lever hexokinase بال muscles احنا حتشينا الغلوكو kinase بال lever احنا الغلوكوز 6-phosphate اللي جاين احنا ذاكرينها وقلنا هذا الباثوي شلون الغلوكوز 6-phosphate يرجع للكلوكوز شلون عن طريق الزيم يسمون كلوكوز 6-phosphate ليش اسمه phosphatase يعني هو يحذف الفوسفيت تمام اذا عدي سيد كلوكوز 6-phosphate انا حذفت من يما الفوسفيت ش راح يرجع راح يرجع للكلوكوز واضح العملية هنا انا هذا الفركتوز يقلت يعني من الرياكشن ثالث هذا الفركتوز عن طريق الفركتو kinase هذا الفركتو kinase يحول الفركتوز هذا الفركتوز 1-phosphate ينطي phosphate وخلاص طبعا بعدها شلون اللي راح يصير هذا الفركتوز 1-phosphate يقول عن طريق الآلدوز P طبعا هذي كله الانزام تم المفروض حفظوها يعني لان هي كله مهمة هذا الآلدوز P يحول الفركتوز 1-phosphate إلى glyceroldehyde ويقول هذا glyceroldehyde عن طريقة tyrokinase يتحول المن glyceroldehyde 3-phosphate وتتعرفين glyceroldehyde 3-phosphate هو أحد substrate مالمن مع العمل التحلل السكر فهو شو يقول انه هذا الفركتوز حتى لو مثلا فرضا حتى لو فرضا يثبط هذا الانزام اللي هو الفوسف فركتو kinase إحنا ثبطنا يعني الفركتوز 6-phosphate ما رح يتحول الفركتوز 1-6-phosphate فالفركتوز ما رح يأثر عليه هذا بشي ليش لأنه أصلا متخطي هذه pathway ومتخطي هذا الرياكشن متخطي ليش لأنه يقدر يتحول الفركتوز 1-phosphate وبعدين glyceroldehyde ويرجع glyceroldehyde 3-phosphate أوكي فهي هاي الفكرة من هذا خوش عشت إيدك ويش العشة فهس نروح ل ل لدينا اللاكتوز اللاكتوز من ين حاصلة يا شباب حد يقدر يقل لي من اللاكتوز من يعني من السورس مات شون من دخل الجسد الأكل 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 من يا أكل أكل عش عشت به تمام من الحليب هذا اللاكتوز الحاصلة من الحليب واللاكتوز هذا إذا يصير لتحلل عن طريق اللاكتاز ينطينا كلوكوز وغالكتوز واضح? هذا اللاكتوز اللي هو يجي مني الحليب ذا يصير لتحلل ينطينا كلوكوز و키 شينطينا غالكتوز تمام حسين الحد هنا حلو هو الشارح لهنان قائل لي إنه هذا الغالكتوز نحن نقدر نحصل من يمه غلوكوز واضح؟ تمام شلون هسه راح نشوف هذا الباثويف يقول هذا الغالكتوز اللي هو منين جاي قدنا من اللاكتوز هذا اللاكتوز عن طريق اللاكتيز ينطينا غلوكوز وينطينا غالكتوز تمام حسين هذا الغالكتوز يقول عن طريق الغالكتو كاينيز طبعا هذه العملية تحتاج طاقة تحتاج ATP يعني اي عملية تحول بها مثلا مركب مثلا الكلوكوز الكلوكوز 6 فوسفيت فهي تحتاج ATP يعني هسه عندك القالكتوز من تحول الى قالكتوز 6 فوسفيت يجيت فوسفيت صح؟ يجا فوسفيت منين يجا من هذا ATP وانتم تعرفون انه ATP عبارة عن 3 فوسفيت صح؟ فإحنا أخذنا وحدة من هذه الفوسفيت وانطيناها لمن للقالكتوز صار اسمه قالكتوز وععد فوسفيت وهذول الثنين اش صار اسمهم ADP اوكي الـADP مثل ما تعرفون هو عبارة عن اثنيا فوسفيت تمام هسه هذا القالكتوز اللي حصلناه قلنا منيان من التحلل ماللاكتوز عن طريق اللاكتيز تحلل المنانطانا غلوكوز وقالكتوز تمام هذا القالكتوز عن طريق الـ وجود ATP مغنيسيوم انطانا قالكتوز وواحد فوسفيت تمام حسين شغل طيب هذا القالكتوز وواحد فوسفيت شبي يقول هذا حيتفاعل اوكي وحينطيني شنو ينطيني يورادين داي فوسفيت قالكتوز اوكي ش رح ينطيني طبعا عن طريق القالكتوز واحد فوسفيت يورادين ترانسفيريز اوكي رح يجي رح يجي غلوكوز وان فوسفيت ورح يتفاعل وياه الانزام اللي رح يساعد على هذا التفاعل ش اسمه غلوكتوز واحد فوسفيت يورادين ترانسفيريز عيد عيد هاي الخطوة احنا مو حصننا غلوكتوز واحد فوسفيت تمام حسين حصننا غلوكتوز واحد فوسفيت هذا غلوكتوز واحد فوسفيت هيجي Glucose 1 Phosphate حيتفاعل ويا الانزام المساعد اسمه Galactose 1 Phosphate Yuradyl Transphrase حد هنا شغل طيب تمام اش راح يصير هذا ال Galactose 1 Phosphate راح تجي Yuradyl Diphosphate اش يصير اسمه Yuradyl Diphosphate Galactose وهذا الكلوكوز 1 Phosphate كذلك راح تجي Yuradyl Diphosphate ش يصير اسمه Yuradyl Diphosphate Glucose بس تجي Yuradyl Diphosphate يتحول هذا ال Galactose 1 Phosphate Yuradyl Diphosphate Galactose وهذا Glucose 1 Phosphate تحول Yuradyl Diphosphate خلاص هذا هو الكلام يقل لك هذا الحصنان Yuradyl Diphosphate ال Galactose راح يتحول مرة ثانية لمن يرجع يرجع لل Yuradyl Diphosphate Clucose عن طريق شنوه إنزايم يسمونا Yuradyl Diphosphate Galaactose 4 Epimerase ش راح نحصل يعني نرجع مرة ثانية ونحصل Yuradyl Diphosphate Clucose تمام هذا Yuradyl Diphosphate Clucose يقول عن طريق إنزايم يسمونا Glycogene Synthesates تتذكرونه تتذكرونه صح اللي موجودين بالبارحة بالمراجع يتذكرون تتذكرونه هذا شو كان عنده شان عنده إيد يمنى وإيد يسرع خلى رسمه نحاول بالماوس هذا عند عيون هذا الهيكل مات هاي الإيد اليمنى هذا الإيد اليسرع صح بالإيد اليمنى شو قلت عنده Yuradyl Diphosphate Clucose صح صح وش قلنا هنا شو عنده هنا تتذكرون شو عنده بالإيد اليسرع Glycogene آفية Glycogene عشتري شطيبك Glycogene تمام الإيد الإيد اليمنى شو راح يسوي به هذي يشمر اليورادين Diphosphate ياخذ الكلوكوز وين يوديه لGlycogene فيصير هنا كلوكوز 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 حد ما صير سلسلة فيصير Glycogene فهو هذا العمل ما تاني شارحه بالتفصيل يعني المهم فهذا اليورادين Diphosphate Clucose عن طريق هذا الإنزيم يسمون Glycogene Sethasize يتحول إلى Glycogene هذا Glycogene يقول عن طريق Phospholurase ينطينا Clucose 1 Phosphate إذا تذكرون هذا بمن أنا ذكرت مثال طبعا اللي موجودين بارحة يذكرونه هذا Glycogene Phospholurase إحنا 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 إسمينا بارحة إسمينا طالب ستشوش صح إشي اسمه طالب ستشوش مدرس سول عافية خلش شنو الشغلة علاو شنو شغلة عافية شنو شغلة تذكر شنو شغلة Glycogene Phospholurase شي سوي شوزع زهراء أقلام عافية Phosphate على موض أقلام اللي هي Phosphate على موض رغو بلوكار عافية لش أنطيكم أمثلة الغرض من الأمثلة لأنطيكم إياها على موض الإنزايم ينطبع ببالكم يعني هس أنتم منشفتوا Phospholurase همسجليها همسجليها بس هي حتكون خاصة يعني بس رح أرفحها وطالب اللي يحتاج هنأطي هسأل جين هنأطيش خاش لأنه ظليت جر حسرة أقلام محمد رسول رح محمد رسول أوكي 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 ثواني 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 خليكم على الرأيت يعني خاش فتحت راي المنزمة صح فتحت اي فتحت احنا برحة شكينا اي نراجع نحب الراجع احنا ما عندنا شي تمام احنا نحب نفهم احنا ما نحب 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 نفهم ما نحب 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 برحة تشترهم هواي اشياء يعني كل شو هواي اشياء اي احنا عدنا هذي سلسلة سلسلة عبارة عن سلسلة من الكليكوز احنا قلنا هذي كليكوجين اوكي كليكوجين هذي وهذي عبارة عن سلسلة من الجلوكوز وقلنا هذي الرابطة شي سمونها ذات تتذكرون طلاب هاي الاثصرة الهنان شي سمونها 1.4 1.6 mcq هسي جاكم الكوز mcq اشتغترون 1.4 1.6 glycosidic bond هذي هذي اللي اشر عليها بالماوس شي سمونها اللي بتفرع او لا اي اللي بتفرع هذي الهنان 1.6 عشتغتش 1.6 احنا ذكرنا مثال على هذا الانزيم يا شباب يسمونها كليكوجين فوسفول اريز اوكي كليكوجين فوسفول اريز شبهته بأي طالب ستشاج بأي طالب تم يجب بالكم ستشاج عنده جنطة هذا عنده جنطة اكيد عنده اقلام هواية ويوزع للطلاب واني واحد من الطلاب ما اجيب قلن فاحنا عندنا احمد رسول اضرب لكم مثال احمد رسول احمد رسول عنده جنطة هذه جنطة لونها اصفر وبيها اقلام هواية اقلام اعتبروا فوسفيت حد هنا تمام تمام هذول الطلاب اللي انا واحد منهم هذول ست طلاب اوكي هذا باللون البرتقالي هذول ست طلاب متجمعين على احمد رسول متجمعين بيناتهم آسرة كلهم ماعدهم اقلام متجمعين يعني بيناتهم آسرة اكو آسرة بيناتهم اجي احمد رسول ووزع عليهم اقلام الاقلام شنو هي عبارة عن فوسفيت فهذا الكلوكوز او هذا الطالب اللي ما عنده قلم اجا فوسفيت صار عنده صار عنده قلم او صار عنده فوسفيت صار اسمه كلوكوز كلوكوز فوسفيت عشت تكم فهذا الطالب من صار عنده قلم هل من الممكن يبقى ويطلاب اكيد لا رح يروح وياخذ لأ مكان يمتحن بي صح صح فهاي السلسلة تكسرت شون تكسرت عن طريق هذا الانزايم يسمونه glycogen phosphorase يجا وزع عقلام او وزع فوسفيت لهم وكسر هذي الاصرة بين اتهم اللي هي 1-4 glycosidic bond وكل كلوكوز راح باتجاه اوكي صار كلوكوز وان فوسفيت اوكي هو هذا الانزايم اللي انا شرحت حصان من يما كلوكوز وان فوسفيت واضح حلو كلوش واضح ما شديدك ايف ويدش العائشة فأنا ليش من قلت هذا الانزايم بمن يذكركم قال الوهد اسمه احمد رسول فليش مطبوع ببالهم اوكي اوكي فهسا من اقول لكم glycogen عن طريق glycogen phosphorase ينطين glucoz 1-phosphate انتم ما تستغربون لانتم قارين وفاهمين اوكي فهذا glucoz 1-phosphate يتحول الى glycogen 6-phosphate انا ذكركم الميوتاز صح طفرة قلت ببارحة الميوتاز معنات طفرة صح صح الميوتاز معنات طفرة اذا طفرة اش يسوي مثلا اكيد رح يطفر رح يحرك يعني يحرك هذا الفوسفيت من ذرة الكابل رقم واحد الى ذرة الكابل رقم ستة كان الله يحب المأسينين صار glycogen 1-phosphate تحول الى glucose 6-phosphate هذا glucose 6-phosphate مثل ما تعرفون عن طريق glucose 6-phosphate منو تسمعون phosphatase معنات الحذف phosphate فهذا glucose 6-phosphate حذفت من يما الفوسفate تحول لكلوكوز هسا عرفتوا شلون نقدر نحصل من القليكتوز وكلوكوز واضح هذا الباثوي واضح او تحسون بي مشكلة يعني واضح بس البداية مو التانية مفهمتها صراحة هاي التحويل اللي صارت ببداية مفهمتها اه زارة ايتها بصورة سريعة اوكي احنا 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 شعدة الحليب حصل من يما اللاكتوز هذا اللاكتوز يا شباب عن طريق اللاكتيز شرح يتحلل وينطينا جلوكوز ويتحلل ينطينا غالكتوز هذا الباثو جدا يشرح يقول يابا هذا الكالكتوز انقدر نحصل من يما كلوكوز تمام حسين شلون نحصل من يما كلوكوز كالأاتي بالبداية هذا هذا الكالكتوز يقول عن طريق مفر وينطينا راح ينطينا غالكتوز وينفوسفيت وكي حسين طيب هذا الكالكتوز وينفوسفيت يقول حيجو يتفاعل وي كلوكوز وان PH pequeي أوك أي شباب هذاالكلوكوز وان PH بيهنحصلنا سؤال مين حصلنا الكلوكوز وان PH أزوج ما يوام نقلنا هذا الفوسفيت من ثرقتك بالرقم 6 ثرقتك بالرقم واحد صار اسمه صار اسمه крупosulfosphate تمام هسا احنا تفاعل عندنا ortongalactose 1-phosphate والالالالالالالالالجلوكوز 1-phosphate تمام الانزام اللي راحي فاعلهم أثنا نعطουμε بش اسمه general Isabelle youradene transferase شنو youradene transferase يعني شنو راح ينقل youradene youradene اوكي youradene diphosphate youradene diphosphate تمام تمام يورادين داي فوسفيت شرح يصير هذا القلكتوز وان فوسفيت رح يرتبط بيورادين داي فوسفيت فيس رح يصير يورادين داي فوسفيت قلكتوز تمام وهذا الكلوكوز وان فوسفيت شبي شرح يصير له رح يصير له تفاعل يصير يورادين داي فوسفيت كلوكوز يعني رح تجي يورادين داي فوسفيت وترتبط به خلاص هذا الفوسفيت يروح بحاله اوكي اوكي هس احنا حصنة هنان يورادين داي فوسفيت كلوكوز وحصنة هنا نورادين داي فوسفيت كالكتوز هذا القلاتوز شو يقول هذا القلاتوز رح يتحول ما رح يبقى عالحالة رح يتحول predicted يقول يرادين داي فوسفو غالكتوز أربعة أب إمرايز راح يحول يرادين دايectose المن يرادين دايريفوسفيت كلوكوز وهذا يرادين داي dynamo عن طريق اللي la немнож Pith جي عميتيين ضليق Rogue bild that gully dia وقانا عن طريق اللي Nicole Quemuti اللي هوoa غلوكوز ستة فوسفيت فهذا غلوكوز ستة فوسفيت عن طريق الإنزيم يسمونه غلوكوز ستة فوسفيت هاصل غلوكوز واضح هذا البثوي واضح هذا البثوي طلب واضح كمل طبع هسا احنا عدنا عدنا الغلوكوز ثواني ترجمة نانسي قنقر هنانا بهذا البثوي احنا نقدر نحول الكلوكوز الراجعة مرة ثانية المن لللاكتوز اوكي الكلوكوز الراجعة المن لللاكتوز نقول عن طريق الكلوكوز هذا عن طريق الهيكسوكينيز طبعا الهيكسوكينيز احنا مثل ما تعودنا الكلوكوز يتحول الكلوكوز ستة فوسفيت عن طريق الهيكسوكينيز اوكي نستخدم اكيد ATP اوكي هذا الكلوكوز عن طريق الهيكسوكينيز إجتبطợنا جلوكوزة 6 فوسفت weeks تحول researchers الظرع الاس فوسفيز requote وتحول زرع الاساتف ثم مرة أخرى إذا سوف تحول قضاء نفس اللي خطة بتحول غلوكوز عن طريقة من زرع الاساتف عن طريق تفاعله ويا من ويا اليورادين تراي فوسفيت انا شرحتها هاي وقلت انه شرحتها بالمحاضرة بارحة رح اشرح لكم اياها هسا بطريقة سريعة قلت لكم يورادين تراي فوسفيت يعني كم فوسفيت بي بوحدة ثنيا ثلاثة اوكي ثلاثة فوسفيت وقلت لكم هذا الكلوكوز وان فوسفيت بي هم فوسفيت وحدة فالمجموع مالتهم مش قد يا شباب المجموع مالتهم اربعة صح اربعة فوسفيت فش يقول اي هنانا يقول اثنين من يمهم رح يتحررون يسمونهم بايرو فوسفيت هذول التحررون شوفوا وبقت اثنين فوسفيت فهذول nyふوسفيت احنا موعدنا يورادين تراي فوسفيت تحولت المن يورادين دايفوسفيت يعني بقت بس اثنين فوسفيت واضح هاي الخطوة لو عييتهم اث سين زين بالخطوة الفوقاها قبلها مو مفرضها مانتا تفاعل Lightning تفاعله الـUTB حتى الـUTB بشينو؟ هاي الفوق هاي سندناشر علي هاي منذ تقلق لوكوز وان فوسفيت تفاعله الـUTB حتى الـUTB صح صح بس أنا اختصرتها إلك أوكي أقدر أقل لك نفس الحكة بس أنا حكيتها مرة ثانية هنا يعني أنا اختصرتها إلك قلت لك الطاني يورادين داي فوسفيت بس هو نفس الشي يورادين تراي فوسفيت بالبداية وبثلاثة فوسفيت أوكي وهذا بي فوسفيت واحدة بالنتيجة النهاية حرر لفوسفيت وصار عديورادين داي فوسفيت أوكي سايف؟ تمامي بس أنا اختصاراً يعني بس أوضحت لكم إنه شلون تصير هاي الفكرة أوكي شلون تصير هو بالحقيقة اللي تفاعله يورادين تراي فوسفيت أوكي بثلاثة فوسفيت أوكي بثلاثة فوسفيت فثلاثة واحد أربعة اثنين يتحررون اثنين يبقون يصار عديورادين داي فوسفيت كلوكوز هو الإنزام بشي سمونه؟ الإنزام المسؤول عن هذا التفاعل اسمه يورادين داي فوسفيت كلوكوز بيروفوسفولاريز أوكي؟ إنتم أنا ما ردي دوقكم بهذا الحج اللي حجيته إنتم نحفظوه مثل ما هو يورادين داي فوسفيت كلوكوز بيروفوسفولاريز يحرر لاثنياً ويتحول أخيش يورادين داي فوسفيت كلوكوز الحد هنا تمام يا شباب واضح؟ واضح هذه الخطوات اللي حجيتها الحد هنا واضحة؟ واضح وارو حشتي لك تمام معيني هذا اليورادين داي فوسفيت كلوكوز ش اسمه الإنزام اللي حولي للغالكتوز؟ تتذكروا؟ هذا نفسه هو هذا نفسه اسمه يورادين داي فوسفو غالكتوز أربعة بيروفيز نفسه هذا الإنزام اللي حجيت علي نفسه رجع لي اليورادين داي فوسفيت كلوكوز رجع اليورادين داي فوسفيت كلوكوز غالكتوز واتم تعرفون هذا الغالكتوز إذا يجوا يا غالكتوز وغلوكوز ينطين اللاكتوز تمام حسين؟ اليورادين دايفوسفيت وين راحت؟ راحت خارج التفاعل يعني اليورادين دايفوسفيت طلعت خارج التفاعل بقى عديل غالكتوز وكلوكوز واحنا نعرف انه اللاكتوز هو عبارة عن غلوكوز وغالكتوز فصار عندي تكون عندي لاكتوز عن طريق اللاكتوز سنتيسيوز أوكي هاي النقطة الاخيرة واضحة واضحة يا شباب نقطة الاخيرة واضحة حسن بس يعني هسا الغالكتوز تحول الى الغالكتوز تحول الى غالكتوز ومن عندها صار اللاكتوز عن طريق اليورادين دايفوسفيت فور إبمرايز باي باي لجي اليورادين دايفوسفيت احنا قبل شوية ما ندري شوف خبطت باي ويا الكوب اوكي شوفي انا من اريد احول اليورادين دايفوسفيت كلوكوز الى غالكتوز او العكس شا استخدم استخدم انزيم يسمونه يورادين دايفوسفو غالكتوز اربعة بمرايز الحد هنا متفقين 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 هو مجرد يعدل على ذرة الكابر رقم اربعة تمام فيقول قاني هاذا اليورادين دايفوسفيت الغلوكوز اقدر احوله للغالكتوز واقدر ارجع الغالكتوز لغلوكوز انا براحتي هس انا شاريت انا بهاي الحالة شاريت احوله للغالكتوز فيقول حولت اليورادين دايفوسفيت كلوكوز للمن اليورادين دايفوسفيت غالكتوز بنفس الانزيم الي و اسما يورادين دايفوسفو غالكتوز اربعة ابيمرات انا حصلت غالكتوز ليش حصلت غالكتوز لان لان اريد هاذا القالكتوز افاعله اويже لغلوكوز عنو دى حصل لاكتوز لان جریح تلكم بداية الحالة وبداية الشارية تلكم اللاكتوز يا شباب من يتحلل عن طريق اللاكتاز ينطيني كلوكوز وينطيني غالكتوز فيلغلوكوز والغالكتوز إذا أجمحهم مرة ثانيش راح ينطوني لاكتوز واضح؟ فهذا اليورادين دايفوسفيد غالكتوز أوكي راحة اليورادين دايفوسفيد بقى عندي القالكتوز يقول هذا القالكتوز واليغلوكوس ينجمعون عن طريق زي ما يسمونه لاكتوز سنتسيز وينطيني اللاكتوز أكو مشكلة بهذا الحجي؟ لا خرج أوكي هسا هنان هو حاتشيلي حاتشيلي هنا هواي حاتشي يعني مثلا إحنا شلون نكون الغلايكوسيمينوغلايكان مثلا اللي هو الكوندروتين أوكي شلون إحنا نقدر نكونه أو شلون نقدر السالسيليك أسد طريق هذا الباثوي طبعا هذول الباثوي كلهم موجدين ومهمين أنتم مجرد يعني تفتحون الملازم من تريدون تراجعون تقرون باثويز بس تقرون باثويز وتخلصون الباثوي ضبطوها تروحون للمزمة تشوفون شل الموجود بيها مثلا شل الغريب بيها على العمو ناش حاشي إنا يقول عن طريق اللي كلايكوجين هذا راح نحصل لكلوكوز وان فوسفيت أوكي أنا شرحت لكم يا أنزيم قريد أسأل سؤال يا أنزيم اللي يحول اللي كلايكوجين لكلوكوز وان فوسفيت ما當 ide مالتكم تنسون هذا الانزيم هذا الانزيم الانزايم الإنزان شو الانزيم مالتكم تنسونا تمام هذا الانزيم كلش مهم تذكرا احمد رسول تذكرون الجنطة مال فوسفيت مال لقلام جتكم كلشي بعد المكانزم بالكامل حفظتوا فهمتوا فهذا لكليكوجين عن طريق اللي كلايكوجين فوسفول رايز بين 24 وان فوسفيت تمام حسييا كذلك هذا لكلوكوز 1-phosphate يتحول لغلوكوز 6-phosphate عن طريق شنو؟ سؤال Mutease أشتيدك سيف احنا قلنا Mutease أحول الستة للواحد الواحد للستة Mutease طفرق تمام لغلوكوز أمطاني غلوكوز 6-phosphate عن طريق شنو؟ Hexo Hexo Kainese Kainese أشتيدك أشتيدك تمام يا شباب هني حصيت غلوكوز 6-phosphate هذا غلوكوز 6-phosphate أمطاني فركتوز 6-phosphate تمام هذا الفركتوز 6-phosphate هنا رح يعاني من تفاعل أوكي هذا التفاعل رح يحول الفركتوز 6-phosphate إلى غلوكوزامين 6-phosphate يتحول الفركتوز 6-phosphate غلوكوزامين 6-phosphate تمام منو اللي يحوله؟ يقول اللي يحوله أمايدو ترانسفريز أكو إنزاين عيت أكو إنزاين خلا جاوب على آية أكو إنزاين يسمونه أمايدو ترانسفريز هذا شبيل أمايدو ترانسفريز؟ يقول هذا الفركتوز 6-phosphate أنا راح أحوله لغلوكوزامين 6-phosphate عن طريق إنه هذا غلوكوزامين أو غلوكوزامين يتحول لغلوكوزامين غلوكوزامين 6-phosphate راح يعاني من الرياكشنز من ثلاثة ثلاثة رياكشنز قبل ما أدخل على الرياكشنز هذولي قالتكم لحد هنا تقلوه الحسين تمام أو أعيد شباب عدنا فركتوز 6-phosphate هذا الفركتوز 6-phosphate الأمايدو ترانسفريز شبيه هذا غلوكوزامين حول الفركتوز 6-phosphate إلى غلوكوزامين 6-phosphate شبيه شفاعل لي كذلك يقول غلوكوزامين حوله غلوكوزامين 6-phosphate أوكي فأنا حصلت بالنهاية على غلوكوزامين 6-phosphate أوكي هذا الغلوكوزامين 6-phosphate رح يعاني من 3-reactions الـreactions الأول يقول هذا الغلوكوزامين 6-phosphate شبيه يقول عن طريق الفوسفو غلوكو ميوتايز أوكي فوسفو غلوكو ميوتايز يعني شنو ميوتايز ش رح يسوي يا شباب غير لمكان الفوسف يعني تحول عشتتكم عشتتكم فهذا الغلوكوزامين 6-phosphate رح يتحول لغلوكوزامين 1-phosphate وتم تعرفون وانا حاتشيها الف مرة ال-1-phosphate يعني مثلا كلوكوز 1-phosphate أو كلوكوزامين 1-phosphate إيه هو رح يجي تفعله 2-TB عشتتكم يورادين 3-phosphate ش رح يحرر لي pyrophosphate ش رح يقول لي يورادين 2-phosphate عشتتكم يورادين 2-phosphate كلوكوزامين أوكي يورادين 2-phosphate كلوكوزامين تمام هذا اللي يورادين 2-phosphate كلوكوزامين أخر ش رح ينطيني ال-hyperin أو يسمونه ال-hyperin أو ال-hyperin تمام يا شباب اللي يسمونه glوكوزامين glycan فمثلا مثلا ممكن يجيك ويقول لك شلون إحنا حصننا ال-hyperin أوكي شلون حصننا ال-hyperin بس وما رح يجيك يقول لك اكتب ماكو كتابة بس تجيك MCQات مثلا هذه الطريقة أوكي تجيك ومثلا يقول لك كلوكوزامين 1-phosphate ويشنو تفاعل على مود نطاك ال-hyperin تقول لي يا بل كلوكوزامين 1-phosphate يتفاعل 2-phosphate glucozoamide نطاك ال-hyperin أكيد رح يجيك امسكي وانت رح تعرف الجاوب واضح يا شباب لحد هنا هذا الباثوي أنا ماري دع أعبر الباثوي إذا تم ما فهمي هذا الباثوي واضح لا يعني بهاي الحالة إنه ماكو أنزيم حوال لي إلى ال-hyperin اي هو ماذاكرا 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 بالضبط اكو حوال لي رادي داي فاسفة glucozoamide ال-hyperin أو glucozoamide glycan واضح يا شباب لحد هنا هذا الرأيكشن لا عدة بصورة صريعة يعني تمام زهرة زهرة هسا glucozoamide 6-phosphate عرفت شوان حصلنا حد هنا تمام لو ما عرفتي طالع تمام أوكي هوا glucozoamide 6-phosphate يقول عن طريق الفوسفو gluco-mutase وحنا عرفنا إنه أي شي mutase هذا ينقل الفوسفيت من ذرة كابر رقم 6 ذرة كابر رقم 1 أو العكس تمام تمام فهنانا هو نقل ذرة الفوسفيت هذه من ذرة كابر رقم 1 ذرة كابر رقم 6 ذرة كابر رقم 1 تمام glucozoamide 6-phosphate صار glucozoamide 1-phosphate تمام عنا نعرف إنه إذا عدي 1-phosphate شو راح يتفاعل يرادين tri-phosphate ف glucozoamide 1-phosphate تفاعل يرادين tri-phosphate حرر pyrophosphate يعني 2-phosphate وش كو ولي كو يرادين diphosphate glucozoamide وأنا شرحت هذه الآلية قلت لكم يرادين tri-phosphate عبارة عن شكم ذرة phosphate جاوبوني يا شباب ثلاثة صح أشتيدك ثلاثة وإحنا عدنا glucozoamide 1-phosphate صارت 4-phosphate صح 4 منهم يروحون يتحررون واثنين يبقون هذول اثنين شي صير اسمهم يرادين diphosphate أي اثنين phosphate عدنا تمام فيصير يرادين diphosphate glucozoamide هيش الفكرة هيش الفكرة ما هذا التفاعل فأني يعني فهمتكم يا شون صارت هاي العملية على العمو يرادين diphosphate ما لكلوcozoamide 6-phosphate فهذا الرياكشن الأول هذا الباثوية الأول أريدكم تعرفون أنه من اللي glucozoamide 6-phosphate احنا ش راح نحصل راح نحصل heparin يقول هذا glucozoamide 6-phosphate راح يتحول إلى acetyl glucozoamide 6-phosphate راح يتحول إلى acetyl glucozoamide 6-phosphate راح تجي acetyl koi ورح يتحول إلى acetyl glucozoamide 6-phosphate بس إذا أريد أرجع بالعكس يعني هذا acetyl glucozoamide 6-phosphate أرجع لglucozoamide 6-phosphate شلون أحذف من يم ما acetyl koi مثل ما تشوف خرج acetyl koi رجع إلى glucozoamide 6-phosphate بس هذا glucozoamide 6-phosphate أريد أحول acetyl glucozoamide 6-phosphate شضيف acetyl koi بس تمام هس أنا حصلت acetyl glucozoamide 6-phosphate تمام تمام حولت إلى acetyl glucozoamide 1-phosphate عن طريق يعني زي ماذا تتذكروا mutase أوكي عن طريق المutase هذا لا تنسو phospho gluco mutase أوكي acetyl glucozoamide 1-phosphate 1-phosphate إذا 1-phosphate شفع لو يامن أنتم تحاجون UTP طبعا عاشتتكم قالتكم هيتش تذكرون 1-phosphate أفعل UTP أو l-yuradine triphosphate هيتش هيتش تذكرون تمام acetyl glucozoamide 1-phosphate فعلته UTP و l-yuradine triphosphate شون طاني أول شي حرر لي pyrophosphate وان طاني uradine diphosphate acetyl glucozoamide أوكي تمام حسين الحد هنا لوز الشغل لوز أوكي يقول هذا l-yuradine diphosphate acetyl glucozoamide يأما يكون ال-hyluronic acid أو يصير l-epimerase وينطين l-yuradine diphosphate acetyl galactozoamide أسوى كان هنا glucozo من أسوى l-epimerase تذكرون أسوى epimerase ما ينطين galactose فهذا acetyl glucozoamide gluco glucozo أسوى l-epimerase شي راح ينطين acetyl galactozoamide يراد diphosphate acetyl galactozoamide تمام عن طيق l-acetyl galactozoamide شي راح أحصل kondrotin أوكي يا شباب فممكن يجي كواي أسئلة مثلا مثلا kondrotin نين حصلها آني هل أنه أحصلها من acetyl glucozoamide أو مثلا أحصلها من glucozoamide 1-phosphate أو مثلا أحصلها من uradine diphosphate acetyl galactozoamide أكيد راح تجاوب تقول uradine diphosphate acetyl galactozoamide فأنت لازم تحفظ الباثوي كما هو أوكي تحفظ الباثوي كما هو هل هذا الباثوي واضح هذا الباثوي هذا الباثوي واضح واضح أشيدك تمام تمام الحد هنا نحن خلصنا هذا الباثوي الأول هذا الباثوي الثاني وقلني acetyl glucozoamide 6-phosphate يتحول acetyl glucozoamide 1-phosphate وهذا الباثوي ياخته أو راح يصير لأبهم رايز أوكي يصير لأبهم رايز من هو بالبداية يصير لأبهم رايز وهو بالبداية أوكي وهو بالبداية يصير لأبهم رايز هذا الأسيتي glucozoamide 6-phosphate راح يتحول لأسيتي l-manozamine 6-phosphate أوكي تلاحظون الفرق نحن acetyl glucozoamide 6-phosphate من أسوي لأبهم رايز راح يتحول للأسيتي l-manozamine 6-phosphate تمام هذا الأسيتي l-manozamine Neuromic Acid 9-phosphate طبعا يتفعل وياما الفوسفوينول pyrovate اللي هو شنو اختصاره ال-PEP أوكي ال-PEP إذا تتذكرون الفوسفوينول pyrovate فهذا الأسيتي l-manozamine 6-phosphate راح يتفعل وي ال-PEP أوكي شرح ينطيني acetyl neuromic acid 9-phosphate وهذا بعدين ينطيني salicylic acid واضح يا شباب وهذا ال-Pathway الثاني اللي راح يتخذ الغلوكوزاماين 6-phosphate قلنا الغلوكوزاماين 6-phosphate راح يعاني من التفاعل أول pathway أول ينطيني heparin التفاعل الثاني أما ينطيني hyaluronic أو ينطيني l-chondrotin أو ينطين salicylic acid هذا التفاعل أو pathway الثاني واضح أنا هذا ال-acetyl glucosamine 6-phosphate أقدر أحول ال-acetyl glucosamine تمام ويطيني ATP نانا وهذا ال-acetyl glucosamine أقدر أحول ال-glucosamine واحد أحدث من يما ال-acetyl CoA وهذا ال-glucosamine أقدر أرجع مرة ثانية المن ل-glucosamine 6-phosphate وش ينطيني ينطيني ADP يعني هذه التفاعل أو هذه العملية تحتاج ATP واضح يا شباب فبس هذا ال-bathway الثالث لل-acetyl glucosamine 6-phosphate قلنا هذا ال-bathway الأول هذا ال-bathway الثاني هذا ال-bathway الثالث فهنا أي سؤال موجود عدكم طلاب شباب أحد عدى سؤال يخص البنت phosphate pathway كمخططات إذا ما عدكم سؤال أروح للمحاضرات اللي باعتها أكمل اليوم محاضرات الثلاث البقية ثلاثة بقى أي حاول أخلص إيه أحاول بس أنا ماريد أكمل بدون ما طلاب وياي مراكزة أوكي أنا عدى بس حاضر سؤال أحاول على الأقل خلص gluconeuginesis فهس يا شباب البنتوز قبل ما نوقف التسجيل البنتوز عدكم أول pathway شرحت آخر خطوة بي شو أرجع علي أول pathway خطوة اشتركوا في القناة